اربعة وزراء وعشر وكلاء وزارة ومحافظ البنك المركزي وعدد كبير من القيادات الامنية هي اساس بناء الدولة الصدر العميقة التي ازاحت دولة المالك واستلمت مقدرات العراق وعلى مدار الاشهر التسعة الماضية نجح التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في تحقيق اختراق واضح داخل مفاصل مهمة في المؤسسات الحكومية والامنية العراقية من خلال تسمية شخصيات تابعة له او قريبة منه في هذه المؤسسات على حساب ازاحة اسماء اخرى محسوبة على حزب الدعوة الاسلامية وزعيمه نور المالك انها حرب غير معلنة مستمرة منذ اشهر من قبل الصدريين على غريبهم السياسي نور المالك لتفكيك ما يطلق عليه دولة المالك العميقة وهم بات يزعج ايضا معسكر الفصائل الولائية الموالية لايران وتحديدا الامن العام لمنظمة بدرهاد العامري والزعيم ميليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يبدو انه واقع تحت تأثير مقتدى الصدر وبدى متجاوبا مع الكثير من شروطه ومطالباته في الفترة الاخيرة ولعل الصمت الحكومية على الاستعراض الاخير لاتباع الصدر وقبل ذلك هجومهم على متظاهر الناصرية ما تسبب بمقتل وجرح العشرات منهم يؤكد ذلك تفكيك بنيان المالك في المؤسسات بدأ بعد وصول حميد الغزي المحسوب على التيار الصدري الى منصب الامين العام لمجلس الوزراء عام 2019 والذي تولى فعليا مهمة تفكيك الكثير من مراكز قوة حزب الدعوة في الدولة العراقية بطرق مختلفة وتدريجية واهمها ابعاد عائلة العلاق عن جميع المناصب التي كانوا يشغلونها هل تسكت طهران عن ابعاد حلفائها عن المناصب ام ان الصدر هو الغالب وعلى ايران تنفيذ المطالب وتسير على خطاها واشنطن بالاستجابة للتيار وعلى العراقيين الرضا بقيادة البط لهم في وضح النهار